بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لازم تكون بصير بموضوع الحدود والخصوصيات خصوصيات اللي قدامك تسأل على ايه وما تسألش على ايه وتعرف ايه وما تعرفش ايه وحدوده اللي هو رسمها لك وخصوصياتك وحدودك انت كمان بيصاب الانسان بالشتات لما يبقى عنده عشم وتوقعات ويحس انه بعيد لما اللي قدامه ما يحكي لوش حاجاته وكان متوقع انه يشاركه فيها فتعالوا النهاردة كده ننتقل من الشتات لليقين في موضوع الحدود والخصوصيات وهشاركك مجموعة حقائق تعرفها على وجه اليقين عشان تبقى بصير بالموضوع ده موضوع الاولاني هو العشم اللي بيسموه بالانجليزي الاكسبيكتيشنز التوقعات هقولك على قاعدة في العشم اتعامل مع العشم بقاعدة الفرض والسنة يعني ما تزعلش من السنة وممكن تزعل من الفرض ربنا فرض علينا فرائض لو عملناها ناخد ثواب ولو ما عملناهاش نأثم كده ممكن تزعل ربنا وفي نوافل سنن لو عملناها نقجر نقرب ولو ما عملناهاش ببساطة كده ما يزعلش اتعامل مع العشم كده ما تزعلش من حاجة مش فرضة على اللي قدامك يشاركك فيها او يقولها لك ممكن تزعل من حاجات هي مسئوليات توقعت ان اللي قدامك يعملها لانها فرضة عليه في علاقتكم مع بعض بس استنى اوعى تتعشم وتتوقع وتزعل من حاجة هي مش فرض انك انت تعرفها تعال احكي لك حكاية غالية قوي على قلبي لما سيدنا عمر اتقتل وهو بيصلي وسقط في دمه قعد فترة لغاية ما نات وهو في ساعاته الاخيرة طلب من سيدنا عبدالله بن عمر يروح للسيدة عائشة ويقول له وقال له كده روح قل لها يا عائشة ان عمر بن الخطاب ولا تقول امير المؤمنين فلست الآن للمؤمنين اميرة قل لها ان عمر يستأذنك ان يدفن بجوار صاحبيه في بيت السيدة عائشة في بيتها مدفون جزها النبي عليه السلام وابوها ابو بكر جنب بعض ممكن انا متعشم ادفن جنب صحابي الاتنين النبي عليه السلام وسيدنا ابو بكر راح في السيدة عائشة لقوها بتعيط على اصابة عمر وانه بيموت وقالولها انه بيطلب منك الطلب ده ومتعشم يدفن جنب صحابه فقالت قد كنت خبأت هذا الموضع لنفسي هدفن جنب النبي وجنب ابوها ابو بكر الصديق جوزي وابوها ولكني لأؤثرن به عمر فراح سيدنا عبدالله ابن عمر لسيدنا عمر قال له وفقت ففرح وقال له لما موت وانتوا شايلين السندوق كده قل لها تاني لحسن تكون استحت مني وانا عايش فلما مات سيدنا عمر ووصلوا عليه وجيت فنو استأذن ابن عمر تاني منها فوفقت فالدفن هو جنب صاحبيه النبي عائشة والسلام وسيدنا ابو بكر والسيد عائشة دفنت في البقيعة خدت بالك من عشم سيدنا عمر كان كبير بس ده فضل مش فرض مش فرض انها توافق والدفن جنب صحابه وده حق لا استأذنها وما تقولهاش حتى امير المؤمنين ولما موت استأذنها تاني مش كل الناس واحدة مثلا حامل ما تحكي لكيش انها حامل الا بعد الشهر التالت ليه لما الحامل يثبت اصلا ممكن تكون والدتها خوفتها حتى قال لها ما تقوليش استاني مسلا لما نتطمن ونتأكد كده من ثبات الحامل ما تزعليش مش فرض انها تحكي لك اشترى بيت جديد وفجأة لقيته بيعزمك في بيته الجديد لا قالك انه اشترى ولا شطب لا كنت عايز اجي معاه وننزل كده نشتري السراميك مع بعض واقف كده معاه مع المهندس اللي بيشطب له لا مش لازم مش كل الناس بيبقى جاهز لده فدايما تسأل نفسك هي المعلومة دي فرض انها تتقلي واشارك فيها ولا فضل لو فرض يبقى خلاص ازعل لان دي معلومة لما تخبت عنك انت تقذيت لكن لو فضل ما تزعلش اتعشم بس من غير زعل وعايز اقول حاجة اخيرة اختم بيها لصاحب الخصوصية احترم عقول حبيبك اللي بيحبوك وصحابك ما تبقاش بتجهز شنطتك وهتهاجر عشر سنين برا وتقول لنا وصلوني المطار مش فاجأ تقول لنا يا كاتب كتابي بعد يومين ثلاثة واحنا صحابك اللي متربين معاك دا تقريب فتحة وخطبت وعملت خبيش قوي كده يبقى برضو اشرك الناس لان المشاركة بتحسسهم بالقرب بس تاني المتعشم واللي عنده توقعات ازعل من الفرض وما تزعلش من السنة والفضل